بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذي تعلم فليس المرء يولد عالمة وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذ التفت عليه الجحافل بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً بنرحب بضفنا العزيز أستاذ مصطفى عبد العظيم وبالأستاذة الكبيرة أستاذة غادة كرامة بنرحب بهم نهاردة مع حلقة من أقوى سعيد أن انت معي النهاردة طبعا أسعد النهاردة معنا حلقة من أقوى الحلقات بعنوان فن إدارة الأزمات معنا الخبير والبحث الاقتصادي أستاذ مصطفى ريه تعرفنا وتعرف الجمهور بنفسك طبعا دي مش أول مرة حضرتك تكون معنا دي طبعا خامس تقريبا حلقة معنا هنا بسم الله ما شاء الله أستاذ مصطفى قدوة للشباب المصري وقدوة بيدي لكل نصائح جميلة بسم الله ما شاء الله نبتدي معك تعرف الناس بنفسك أستاذ مصطفى اسمي أستاذ مصطفى عبا عظيم خابر اقتصادي وبحث في تعمية المواد البشرية والاقتصاد والبارسة بسم الله ما شاء الله طبعا أستاذ غادة أنا شرف لي طبعا أن أنا معاكم النهاردة وأستاذ غادة كرامة من أحسن الناس اللي أنا تعرفت بيهم وأستاذ مصطفى بسم الله ما شاء الله وأنا سعيد ممكن اللي أنت ما قلتهوش أن أنت معايا من بداية المسم الثاني والثالث وإن شاء الله الرابع اللي هنفاجئ الناس بتنوع غير عادي في تقديم الرسالة اللي توصل لكل الناس وجميع الفئات والأعمار بإذن الله بأشكرك ودي فرصة أن أنا أشكر سقر بيشرفني دايما بمشاركته في إعداد البرنامج وتقديمه أو كل التفاصيل اللي خاصة بنجاحنا بإذن لي طيب دلوقتي معنا الشباب المصري اتشرفت بحضرتك طبعا الشباب المصري في مرحلة صعبة من عمر مصر أي نعم احنا دلوقتي بنمر بأزمة لكن دايما المصريين بيدوروا الحل كل الأزمات وبإذن الله بإذن الله ربنا هيوفقنا وهنكون أول شعب بإذن الله يحل الأزمة دي دلوقتي تنصح بإيه الشباب المصري في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي وفي ظل الأزمة اللي احنا فيها أستاذ مصدفى بصراحة السؤال بأجيه جدا 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 أنا كان نفسي من زمان يعني حد يسألني السؤال ده بصراحة يعني أنا بطالب الشباب حاليا دلوقتي ياريت 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 كمان مرة للمرة التالتة على التوالي ما تمشيش ورقة محد تمامنا السؤال؟ تلمى بألف معنى أه فعلا ما تمشيش ورقة محد عشان حاليا دلوقتي كده البلد مش نقص معايا البلد مش نقص معنى صح عما حاجة الأول اللي أحب أعزي أول الشهداء بمعنى صح ده أم حاجة عشان المنظوم أصلا أنا محظر بن سوف منظوم ابن عمي برضو من أمة شهر برضو إن شاء الله ولا تحسبان للذين كتبوا في سبيل الله بلا ما تحيانا عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم طبعا يعني شرف لي برضو وياريت نكون جنب الجيش بالذات أم حاجة أكيد طبعا وإحنا بننعي أسرة الشهداء وبننعي كل شهيد في مصر وكل شهيد كان بيضحي بنفسه عشان البلد دي تعيش أكيد أكيد بلدنا مليانة بهظاماء كتير أكيد ومليانة برجال بيضحوا بنفسهم عشان البلد دي تعيش البلد دي تزكرت في القرآن أكيد أكيد وربنا قال إن البلد دي محمية منه هو وبإذن الله بإذن الله ربنا عمره 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 بإذن الله بس يا صصر ما احترامي الكلام الحضرتك برضو ما احترامي ما اجدشي قدامه القطر واقف وقول ربنا هينجيني ما اعتشي مينه برضه ما حضرتك آه مجلش الدم القطر أستاذ مصوفة لن نتاكل على هذا من تواكل على العلمي قل العمل عبادة عليش نعمل رسول السجار من تواكل على العلمي قل ومن توقع على سلطانه ملة ومن توقع على الله لا قل ولا ضل ولا ملة مجلش الدم القطر واقف لازم ناخد بها الأسباب نرجع لكلام حضرتك للشباب أتفضل أكلم الشباب أهم الحاجة عند الشباب أستاذها غادة لأن كل من هبوا دبى حالياً يعني كله حالياً عامل قنوات ويريت أنا بخاطب مين وزير الإعلام جميل آه يريتي كل واحد طائب تقنين يعني جدا يا سيدة غادة كل من هابو يدب حاليا يعني أقولك إيه البلد حاليا دوقتي كده أنا مش عارب أقولك يعني خلاص بني يعني بني حبيتين وأدمي ما يصحش طبعا إن أنا أتصور في الشارع وأنا مش مسؤولة في الشيء اللي بتكلم فيه ده أو مجرد وجهة نظر وفردها على المجتمع ويسمعها الجاهل والمتعلم ويتأثر بيها ويمكن تكون مغنوطة في حاجات كثيرة يا سيدة غادة كمان خالي بالك جميع الشباب كلهم بيغضوا بالقناة خالي بالك اللي بالك منها حاليا أنا ياريت أي واحد يعني ياريت كل الناس دي تترقب حقيقة احتفظ درأيك لنفسك انت مش تفرض درأيك عن الناس أو تأمين فتنة في المجتمع كل الناس يا سيدة غادة خاليك معايا كل الناس حاليا كل من هابو ده بعمل قناة قناة أصلا بتعمل إيه القناة دي بنعانك إيه بتخلي الشباب عنده طاقة والطاقة دي عازف والرخة طبعا احنا بنقول دلوقتي متحصدك ان عايز باقي تتوجه الفراغ اللي عند الولاد أو التقل بواهم دي في شيء يفيد ويبني بالضبط كده احنا بنقول دلوقتي يا أستاذ مصطفى يا أستاذ غادة ان معظم الشباب دلوقتي عايزين يتوجهوا صح الشباب عندنا فيه فكر جميل جدا لكن التوجيه ازاي احنا أستاذ مصطفى متحصدك ده دور الكبار يعني ان هم يدوم الفرصة يعني يعملوا ايه او يستثمروا طاقتهم اكيد طبعا ازاي هو يقدر يستثمر طاقتهم دلوقتي انا عندي مثلا موهبة استثمر طاقتي في الموهبة دي انت اصدك لو ما لقيتش حد يساعدك او يكتشفك ممكن ان انت تبقى انسان يعني ما لقش بالعكس ما بتفتش مقتل انت تبني نفسك بنفسك انت تبني نفسك بنفسك مهما كانت الضروف تبني يا أستاذ غادة محترما حضركم يعني يعني ليه تماني ليه حضرتك تبني بدل الشباب دي ما عنده طاقة لو ما عارش مين يعني تبني ليه ما ابتحنونشه مشاريع ليه ليه حسب المشروع الطاقة السلبية ازاي هو يقدر يحول الطاقة السلبية انا عايزة ابدأ مشاريع استثمراء استثمراء ابدأ مشروع معايا بس الفايدة قليلة عايزة نسمع اتصال مصطفى بقى شوية يلينه على موضوع الفايدة ده ايه حكاية الفايدة اتصال مصطفى انا عايزة تكلام ايه في الاقتصال شوية لان كله مرتبط ببعضين سواء تنمية المواد البشرية سواء الاقتصاد سواء البورصة لان كله يعني الاقتصاد كله بيكمل بعضين انا ليه الشباب مثلا بدل الشباب ما ماشي ورا القول معايا القنوات اللي بالك منها اللي هي اصلا انا خاف كله وقولت ايه استاذ غادة ابل كده بحالة ابل كده انا كله خاف ايه استاذ غادة من الفوضى ليه لو حصلت فوضى تضررها في مصر واحنا اصلا يعني البلد مش ناقصة طيب دلوقتي احنا نتكلم عن الفوضى وادارة الازمات ازاي احنا نحسن الفوضى دي وازاي ندير الازم اصلا نتجنب لدوسها اه لازم نقضي على الفوضى بمعنى صح يبقى نبدأ صح او ننحقها قبل ما تفصل فانها فيه كوادر استاذ صار كوادر جامدة جدا جدا في مصر الكوادر دي مدفونة عندها طاقة الطاقة دي لازم نطلعها يبقى لازم نعمل ايه نطالب مخاطب مثلا السادة المسؤولين نبدأ مشروعات بمعنى صح او نقل للفايدة شوية حتى الشباب تبدأ تبدأ ايه تشوف يعني ما صارحها وحتى حاليا دلوقتي مع بيروس كورونا بدأت الحمد لله العملية بدأت كل مدى هتبدأ العملية تريح سنة 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 وتبدأ كل الناس تبدأ تشغل ايه سنة سنة وتبدأ مع العجلة كل حاجة تتنسي موضوع بيروس كورونا احنا دلوقتي بنكلم المسؤولين وبنقول لهم بإذن الله اي حد في ايده اي حاجة انه هو يعملها للشباب يعملها البلد ويعملها الوطن واكيد هيعملها معانا هنا اصحاب المبادرات والناس المهتمية بجد وفي حالة الناس الصار ياريت يتم ليه يقولك شكر والتقدير لاستاذ استاذ احمد طيب اين يا استاذ الشيخ الطيب الشيخ الطيب اه صراحة الوحيد المصر على بعضيه اللي دايما كان دايما يخاطب بالريس يعني مع الجيش اول باول بصراحة انا ما قلتش متوقع كده رغم انه اصلا يعني كل الناس كتواخد عنه فكرة كل مدى يشجح في الجيش بتاعنا واحنا لازم ان نقف جانب الجيش بتاعنا لان الناس دي انه مغزا جيش بلاء دولة يعتبر ما بيش حاجة وده مش ضروري يا شيخ الأزر بس احنا ده على الشعب المصري المفروض على الاعلامين يا استاذ سا على كله طبعا الاعلامين دور كبير لازم ان الكلام السلساء لازم ان الاعلامين دورهم لهم دور جامد مش اي حاجة كده اتكلم فيها لازم ان كل اعلامي ما قلتش مني اطلع اعمل مش عارف ولا انا عمل كذا عمل كذا عمل كذا لا انا اتكلم على ايه اتكلم على حل البلاء كلها اتكلم عن البلاء ايو طبعا في امريكا حضرتك الحاجات دي ما بيش الكلام ده في امريكا ما بيش الكلام ده السلساء يتكلم عن حاجة واحدة بيروس كورونا وإيه الحدادة اللي تخص البلاء إحنا هنا ما تزعالش من يعني الله ينوّر كل ما نهب ودب عامل لقناة كل ما نهب ودب عامل لإيه الزيّة ينượng نتحكم في الأزمة دي قصد مختلفة الزيّة نتحكم في الأزمة أهم حاجة المسؤولين المسؤولين الإعلام الإلكتروني يكونوا بيصلطوا ضوء على تجربة الزيّة يعني الحرية أصدح ديكك لها تقنين كل أكترونية أهم حاجة الأكترونية دي بزيار إن الحرية ليها تقنيني طبعا الميديا دلوقتي يعتبر أكبر دور دلوقتي موجود ما فيش حد يتكلم لحد وقتين هزم الإعلاميين تأثير طبعا ما فيش حد في الإعلاميين أتلاقي أي واحد إعلام على مستوى إعلامي ولا واحد يتكلم أكيد ما فيش حد يتكلم حضرتك يمكن هم لم يتطرقوا لأزيار أفضل لا 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 ما فيش حد أستغادة أنا أقول كلمة حق أمام ربنا سبحانه وتعال أنا أقول كلمة حق ولا واحد يتكلم ولا واحد يتكلم خاط كل اللي بيتكلم في حاجاته مغزى أمليش أي يزم خاط لا إزداء أنا عاوز مش عاوزين عنهم يا أستاذ مصطفى يا أستاذ غدر في الناس مكتهدة والله ما فيش حد مكتهدة أستاذ غدر أنا بقول الصراحة أنا بصها أنا أريد زعل الله ما فيش حد مكتهد هو دور الإعلاميين لازم أن أقع الشباء لأن الشباء اللي بيفسد من هنا لازم أن أقع الشباء الشباب دي بيزدات عندها طاقة اللي ما زعيش مني أنا لو عابني عنده طاقة أنا ما قدرتش أليم يدني طيب الحجماتي بنكلم لا 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 لازم طبعا ننتبه للنقطة دي لأن الإعلام الإلكتروني دا سلاح زوح الدين جدا يا أستاذ غدر بين البناء والتنمية والانحضار والتخلف أه طبعا فإحنا عايزين طبعا يعني إحنا بنشوف حاجات وحشة ما بتعجبناش سواء في الفن أو كده إحنا مش عايزين نعمل ولا في الإعلام يا أستاذ مصافة استأذنة تضالي في الإعلام في الفن في أي مجال من المجالات ممكن بنشوف نمازج غير مسؤولة ومش بتقدي دورها بالشكل الصحيح أو إنها زي ما حضرتك بتقولت ممكن يكون متعمد عدم الاهتمام بالشأن ده ولكن إحنا بننادي الناس التانية اللي عندها اهتمام بدورها إنها تثبت نفسها بإنها تقدم حاجات تصلح الأخطاء دي وتورينا صور من الأعمال اللي بتبني مش بتهدي طيب دلوقتي إحنا معنا أستاذ مصطفى كان نتكلم دلوقتي في نقطة بيقول لو ابنه أو أي شاب من شباب البلد عنده طاقة مش هيقدر أي أب مش هيقدر يمنعه أي نعم هيحاول وهيكون عنده محاولة كبيرة طيب دلوقتي أستاذ مصطفى طبعا الدولة عليها عامل كبير جدا والدولة بتبزل اللي تقدر تعمل عليها هي الصصار عامل مشروع عامل له مشروع تمام المشروعات دي بقى أنا عامل له مشروع البنك المركزي عامل له مشروع تمام في حاجة اسمها مشروعات أستاذ غادة أنت عارفها متنهية الصيغة بتعمل له مشروع من المشروع بتبقى الفايدة بتاعته لا الفايدة نزلت حاليا دلوقتي صصار بالنسبة كام بقى أستاذ مصطفى حاليا نزلت حاليا كده قال 16 2016 حاليا دلوقتي وخدين دولة اللي تنزل بجهودها ما فيه الكفاية والدولة بتعمل اللي تقدر عليه خطر قال في خير الدولة خطر قال في خير الدولة طبعا نقول يا ريت الشباب يردأ بها خطر قال في خيرهم يا ابن الدولة تعمل ايه هو الرئيس ها يعمل ايه قول لي أنت الرئيس سيعمل إيه أو رئيس سيجيبها من هنا ولا من هنا حضرتك بتتكلم على المسؤولين كل واحد أيوة كل واحد يا أستاذ غير ده أنا قلت لك قبل كده قلت لك يعني الرئيس الجمهوري يعني إيه يعتبط قائد قائد يعني ناجح وفعال أهم حاجة فريق العمل بتاعه لازم كل واحد يخص يخص اختصاصاته أي واحد يعمل غلط أنا أقول على الماله معاه يتحاسب وعلى فكرة أستاذ نتطلب وده اللي احنا لاحظنا الفترة الأخيرة إن فيه كتير من الناس اللي اتكرموا بسبب دورهم القوي الفترة اللي فاتت أو تدى يحصل فيه محاسبة زي ما أنت قلت لازم شخصيات ما يشدش طوارق ثلاث شهور خلاها ست شهور والفوضى على فكرة مش موجودة الفوضى مش موجودة في الاقتصاد يعني احنا ملاحظين يا جماعة كتكمية مهارة بشرية أخطر حاجة الفوضى خلي بال لو حصل أقدر الله فوضى في البلد علي العضو من العاوة أنا بقولك الصراحة وعن نتسئل طبعا قدامك بنا إن احنا كل واحد ده شاب يعنيه عنده طاقة دلوقتي احنا بناشد المسؤولين أي حد في دوره يقدر يواجه أي حاجة للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه يحاول إن هو يقدم بقدر استطاعته احنا مش بنقول إن هو حد يعمل زيادة عن استطاعته بقدر الاستطاعة اللي هو يقدر يعمل فيها ينفل أي حاجة خلي بالك كمان أستاذ صار أشكر محافظ باني سويف بالأخص لي يا أستاذ مصطفى جدا جدا أعمل بحاجات بصراحة عمل حاجات كتير فهلا جدا أعمل وكمان مدير الأمن شخصيا حاليا عامل حاجات الله صلى على النبي ربنا يزيل من الله تكل أخواتنا في باني سويف تحيي لحافظ باني سويف ومدير أمن باني سويف حاليا لأنه بصراحة بيخاف على الشعب وبطريقة فضيعة أكيد طبعا وخليكم نحاجات كمان اللي عايزين نعرف أن أستاذ مصطفى من باني سويف عامل حاجات حاجة لله وسأر برضه حاجات في عناف كرير الله شنط عام شنط لله كده أصلا بيوزعها لله ناس الفقارة وصلت ليك أنت عايز تشوف عايز تشوف الصورة دي تتكرر يعني ومين يوزع حاجاتك مدير الأمن شخصية مدير الأمن آه بتاع باني سويف بسم الله من شاء الله طبعا احنا بنشكر بنشكر مدير الأمن وبنشكر ويارت أن مدير دي تتكرر بالشعور بالناس في مصر كلها مش بس في باني سويف احنا بنشكر جهود الدولة اللي هي بتعملوا معنا الدولة شاكرا كل أفضالها ودلوقتي نحب نحيي الإعلام المصري بمناسبة نرور ستين عام على التلفزيون المصري نتكلم بقى عن دور الإعلام وأهميته تحييى لكل زملائنا أكيد طبعا نتكلم دلوقتي عن دور الإعلام وأهمية الأعلام كنت تحب تشوف إيه في الإزاع والتلفزيون زمين أنا بصراحة أنا أقول لك مين كنت بحب ماما نجوة بجد والله أستاذ نجوة إبراهيم نجوة بهم كنت بحب يعني بعض البرامج كده كانت حلوة يعني أمس التعتاب وكنت برضه بحب الصوح كده السمع بتاعدي ومجلسوم يا صباح الخير ياللي معانا حاجات حلوة كده يعني من بعض التوقف الحلوة كده يعني أو التقص الحلوة يعني بصراحة يعني أو في الإزاع تفتكر مين في الإزاع كان يعجبك أي برنامج كلمتين وبس فالي مويندس صراحة الله يرحمه فلنان عملاق بين البناء والتنمية انحضار فكيف إزاي نقدر دلوقتي إحنا منقضي على الانحضار اللي موجود بينهم التنمية بين البناء والتنمية التنمية أنا تقولتي إيه التنمية يعني أقولك مفيش نجاح غير لما بتمر بفشل فأنت ممكن بطريقة للتنمية بيحصل عجز بيحصل إزاي أنا بقى أقدر أقضي على العجز ده طبعا اللي هيوضحولنا دلوقتي يعني حضراك بتقوم بمشروع يا جماعة الأساتذة اللي بيسمعوني دلوقتي اللي بيقبله على عمل مشروع أو شراقة ما مع حد أو حاجة هتخليه تقدم له قدام أو يستثمر المال اللي معين طيب أنت دلوقتي بتبقى الآن بتبقى عندك ألأ أثناء ما أنت هتبدأ المشروع ده وتحط فلوسك أو أي وقت مصحة أستاذة غادة دلوقتي البنك المركزي حاليا وبنك مصر حاليا عمروا الشهادات تعتفع حضرتك 15% ده حاجة الدخول أستاذة غادة للناس اللي هي زيوا المعاشات يعني الناس داخل معنى صح يعني الناس طلعت معاش عملتهم حاجة اسمها فايدة سنوي سنتين ثلاث سنين سنة يستصق شهادات شهادات عائد شهر عائد شهر عائد شهر عائد شهر موتيت الشهادة سنة 15% لو عمل على سنتين بمعنى صح يعني موتيت الشهادة على سنتين 14% لو عمل على ثلاث سنين حضرتك خاصة غدا 12.5% بس دول مين بقى لحضرتك اليوم الناس اللي متلعت معاشات اللي ملومش داخل جاي تاني وصفتكي جا بعد كده البنك مصر بدأ يعمل شهادات هتتطبق اللي بلوك كله برضو هتعمل شهادات بس أنا دولت كده بواجه مشكلة مشكلة لسه هنعيد هنعيد من اللي بتقول عليه وفي نفس الوقت نتجلب ان احنا يكون بنعمل شيء مشكلة أنا عايز أفتح المجال للشباب عايز أفتح المجال مين للشباب للشباب أنا كده اعتبر انني ايه خليتوا المعاشات كده الحمد لله أكيد طبعا المعاشات دلوقتي سواء معهم كده كده بياخد فايدة 15% ورأس المال بتاعه هو هو وصلتك أصوصات بالنسبة الشباب أهم حاجة عندي الشباب قالت يا قلل من السرع المسؤولين الفايدة سيدنا يعني شوية كمان شباب لسه طالع عايز يبتدي لسه مشروع جديد أنا عايز أبتدي مشروع أكيد عايز 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 عشان الناس تبعاتنا نتكلم على ايه السنة لو ان اكرد بمعنى صح دخ اللي عنده كله مش عارف يرمي اللي دعاتي وصل صقف يعني فوسي دي هو ترحى بره دي مشكلة تانية برضو بيوضح لنا أستاذ مصطفى زي هو يقدر نحل المشكلة يعني عادلة أصدق إن هو لو أكرد للعملة يبقى كده البنك مفيش فلوس وصل تكرا الصصار بحتة دي لازم ايه عشان يلم الإدعاء بتاعته أو الصصار بتاعته أنا عاوز يعني للسهد يفتحوا مجال وقروض متعانية الصغر تسهيلات فيه بذلك معايا لما أقلل الفايدة شوية ليه؟ لما أقلل الفايدة شوية حضرتك أقدر ألمي إيه الإدعاء بتاعتك الإدعاء دي أقدر لما أقلل الفايدة لوما ألمهم الشبب بم معنى الصحة تمام وصلت لك وصلت الحاجة ياسط تقوله لإن حيانا موقفين حيانا الفايدة حيانا دي وقت طب حاجة تحيب تقول إيه المسؤولين عشان يبتدوا يقللوا الفايدة إيه هي يلدور إيه الوقت المناسب إنهم يقللوا في الفائدة الفترة اللي جاية دي يا ريك يقللوا عادي جدا 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 يعني إلي اعتبر دي يعني شعزين يخش في الحاجات التانية هي هو بنسبة محافظة بانت المركزي الأستاذ طهر حسن عامر عادي جدا يقلل الفائدة عادي جدا فإن ذاته مشوهات طيب الحاجة ونرجع تاني لنقطة الشهداء طبعا أنا لما الشهداء توفوا رحمة الله عليهم جميعا طبعا بلنونا يقصرهم ورجالنا اللي هم مثل وقدوة لكل الرجال أظن أكيد طبعا أنا كتبت القصيدة عن الشهداء اسمها أنا وأمي القصيدة بتقول أيوة يمّة الجل براسي والنية صفية همشي بكرة عالكتيبة وصيتي يمّة لو جرالي حاجة تقولي لإخواتي الحجيجة تقولي للجيل اللي طالع بكرة يكبر تقولي لهم يمّة إن إحنا بنبتل إن إحنا بنضحي عشان أرضنا الحبيب مصر الغالي ما تعيّطيش ما تعيّطيش وحياتي عندك ما تعيّطيش فكرة يمّة لما كنا نسمع نشرة الأخبار ويقولوا ننعي أسرة الشهيد كنتي بتقولي لي يا ولدي ربك بينوّلها للي يحبه وأنا يمّة ربنا بيحبني وهينوّلها لي أيوة يمّة مرضناش نخلي كلاب الأرض يدخلوا بلادنا جولي لإخواتي الحجيجة جولي لإخواتي الحجيجة جولي لهم أخوك وما تبطل ما ترافع راسه في السماء وهو بينطج الشهادة جولي لهم يمّة إن مصر هتفضل محمية من رب العباد وهو عمره ما ينسى الناس الغلابة الطيبين مهما يحصل مهما يحصل يمّة هتفضل الناس دي هي اللي رفع مصر مهما يحصل يمّة هتفضل هي أم البلاد أم الحضارة والتريف مصر الحضارة والهمم مصر القيادة والهرم سأرطاه طبعاً أنا أشكركم جميعاً الحاوة دي الحاوة دي دي الإحساس ده الترجم إمتى؟ طبعاً أنا شاعر من أنا من ونة صغير كنت بحب أسمع شاعري جداً الشاعر كبير عبد الرحمن الأبنودي والشاعر عبد أحمد شوقي دول كانوا كنت بسمع لهم كتير وأنا طبعاً أهني أي حد كان بساعدني لأن أخذت مركز أول على مستوى السكندرية في ألقاء الشاعر وكنت عامل بحثين بحث عن الوقود الحيوي وبحث عن التدخين أخذت فيهم مركز سابع على مستوى جمهورية مصر العربية وبإذن الله بإذن الله بحث فيهم يتلاكس في الدولة العربية طبعاً أنا باني أستاذ مصطفى يا رب مزيد من النجاح يا رب شكراً جداً وأنا سعيد جداً أننا نهارده مع أستاذ مصطفى وأستاذ غادة تحب تنهي الحلقة معنا أستاذ مصطفى وأستاذ غادة ننهي حلقتنا بحاجة لشباب بحاجة لشعب المصري تحب تقولهم إيه؟ لا بالنسب لي أنا ياريت 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 نقف جنب الرئيس وصلت يعني حضرتنا دلوقتي بتقول للشعب وبتقول للدولة ياريت كلنا نقف على قلب رجل واحد نقف مع الرئيس أحسنت مع الرئيس نلمر المليون ومع الحقوم أستاذ مصطفى عشان سيادة الرئيس الفترة في الأزمات في الأزمات يا إسصاصة في الأزمات نقف جنب الرئيس نقف جنبrence إن أفتوره خيره حضرتك ممكن أستاذ مصطفى كنا واحدة عن الوحدة الوطنية كل المابن دلوقتي طبعاً بنعتزل الحلقة انتهت بسرعة مع أستاذ مصطفى واستاذ غادة شئت حلقتنا جاية حلقتنا جاية بإزن الله نستكمل كلمة لا أستاذ مصطفى نحن نحن نقوم بها في الماسبة السعيدة 23 من نهاية ونحن نحن 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 نبي الليلة معنا صح مصر كبيرة بشعبها شكرا النهاية كانت معنا حلقة من أهم من الحلقات مع أستاذ مصطفى أو أستاذ غادة تحب تين حلقاتنا بكلمة يا أستاذ غادة؟ أنهي كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك ويا ربنا مش هيسيبنا طبعا مصر فيها قلوب كتير ومخلصين كتير يسبت أقدامنا ويوفقنا ونكون الفترة